شايفها سبوبة ومن الآخر فعلا هي سبوبة ليه الطالب يعمل اختبار قدرات قبل ظهور النتيجة؟ ليه الطالب يروح يعمل لأنه في طالبة عندي راح اتعامل اختبار قدرات في كذا كلية سقطت فيهم ودفعت فلوس داخل في ألف وشوية غير مصاريف وتعب تب لي صالح مين؟ تب هي دلوقتي هل استفادت؟ لما نستلم النتيجة تظهر وبعدين نبقى نعمل اختبار قدرات يعني معناها أخر النتيجة هل معناها في أخطاء في تصحيح؟ هل معناها لما التنسيق يتم غلقه ولا ايه الأخبار؟ هل تأخير النتيجة الهدف منها مصلحة التنسيق ومصلحة السبوبة اللي شغال فيها في اختبار قدرات؟ يعني ما نجي نبص على كل الكلام ده وهتلاقي ناس كتير بدأت تحسب اختبار قدرات جيبت ايه والكلام ده كله فليه؟ ليه نحط نفسنا في موقف زي ده؟ ليه نحط نفسنا في حاجة بسيطة زي دي؟ ليه نستنزف ولادنا ونستنزف أولاء أمورهم؟ عشان كده ناس كتير جدا تقولك أنا من الناس اللي روحت ودفعت وضربت على قفاية وعملت اختبار قدرات لكليات ممكن تكون مجموعها أقل من مجموع الطالب وبنعملها عشان خايفين من النتيجة اللي هو المجهول مش حبا في الكلية لأ عشان كده ما يجيو لك مية خمس واربعين ألف طالب مية خمس واربعين ألف طالب قدموا في اختبار قدرات يعني لو جلنا نضربها في خمس ومائة جنيه يعني حوالي يعني احسبوها انت زي ما تحسبوه دخلها في ملايين الملايين يعني مبلغ وقدره يعني نقول ايه؟ يعني احسبوها بلي عليكم يا جماعة ده لصالح مين؟ عشان كده الطبيعي اللي نتيجة تظهر وكل كلها تعلن شروطها وبعدين الطالب يقدم بلاي على مجموعه زي ما بيحصل مع طلاب الاعدادية النتيجة تظهر وبعدين نشوف النتيجته هيروح فين لكن اللي أنا بشوفه اللي بحصل ده استغلال استغلال عشان كده ربنا يصطرها علينا وعلى أولادنا هلنتظر النتيجة خلال أيام الأيام اللي احنا فيها وخلال الساعات اللي احنا فيها سأسابيكم الرابط كل أسفل فيديو وفي أول تعليق ان شاء الله اقوله دايما يا رب وبالناشد بالله عليكم كفاء استغلال الأولى الأمور والطلبة في أمان الله